سأقرأ عليكم من تفسير القمي إنها أحاديثنا التفسيرية التي تجتمل على قراءة أهل البيت التي تجتمل على تفسير أهل البيت وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير هذه الطبعة من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه وهو جامع للأحاديث التفسيرية إنها أحاديث باقرهم وصادقهم أحاديث أئمتنا صلى الله عليه مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 135 بسنده عن حريص وحريز هذا من أصحاب الأئمة المعروفين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن الآية التي نحن بصددها ماذا يقول إمامنا الصادق؟ قال نزلت بهذه القراءة الإمام يقول نزلت نزلت الآية فإن تنازعتم في شيء فأرجعوه أرجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم هذه قراءة أهل البيت نحن في مقام التلاوة لا نقرأ بها لأننا أمرنا أن نقرأ كما يقرأ النواصب في المصحف والقراءة المعروفة هي قراءة حفص التي هي أكثر القراءات نصباً وعداءاً للعترة الطاهرة هذه قراءة التلاوة هذه التي يقرأ بها مراجع النجف ويفقهون القرآن وفقاً لها وهي قراءة الناصبية يضحكون عليكم يقولون من أن حفص رواها عن عاصم ابن أب النجود وعاصم رواها عن علي صلوات الله عليه هذه ما هي بقراءة علي قراءة علي هذه هذه قراءة صادق الإمام هكذا يقول نزلت فإن تنازعتم في شيء الإمام ما قال فردوه قال فأرجعوه فارق كبير بين ردوه وأرجعوه قد قد يكون معنى أرجعوه وردوه بالمجمل واحد ولكن إذا أردنا أن نذهب في دقة البلاغة فإننا حينما نقول فردوه إلى الله والرسول كأن الله والرسول لهما مدخل في هذا التنازع بينما حينما نقول فارجعوه فإن التنازع منكم فردوه هناك احتمال أن سبب التنازع فيما بينكم من الله ومن الرسول فردوه إليهما لكن حينما نقول فأرجعوه فارجعوه فإن سبب التنازع يكون من الذين آمنوا هذه قراءة الصادق هذا ما هو الكلاب مني إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي الصادق يقول نزلت الآية هكذا فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم حينئذ إذا ذكرنا هنا في الآية بحسب قراءة إمامنا الصادق فإن تنازعتم في شيء حتى لو قلنا فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن الإشكال في قضية التفريع والتأصيل سينتفي وستكون البلاغة ليست مهلهلة فهناك انسجام ما بين التأصيل في أول الآية وما بين التفريع فيما جاء بعد أولها بحسب قراءة إمامنا الصادق فأرجعوه ولذلك في توقيع إسحاق ابن يعقوب فيما يرتبط بالحوادث الواقعة ما قال الإمام فردوا إلى رواة الحديث لأنه قد يتوقع أن الحوادث الواقعة بسببهم قال فارجعوا إلى رواة الحديث حوادث واقعة تقر ليست بسببهم وأما الحوادث الواقعة وهذا يكشف عن مدى دقة وبلاغة هذا التوقيع ولعنة على علم الرجال ولعنة على حوزة النجف التي تشكك في هذا التوقيع الشريف هذه بلاغة قرآنهم وبلاغة حديثهم وتلاحظون أن نصوص القرآن مع نصوص الحديث تتعانق تعانقا عجيبا وتتسق اتساقا غريبا لا يماثله اتساق فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل إنها مرحلة التأويل إنها مرحلة التأويل ذلك خير وأحسن تأويل وأحسن حقيقة التأويل عودة الشيء إلى أوله هذا هو التأويل لا كما يقولون لكم من أن التأويل معنى ثانوي هذا هراء هذا هراء النواصب ينقله مراجع النجاف التأويل عند محمد وآل محمد عودة الشيء إلى أوله لو لم يكن كذلك لما قال القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فهل أن الله هنا يتحدث عن المعاني الثانوية أي كلح من هذا أي ضلال هذا يا مراجع حوزة الطوسي وأنتم تضللون شيعة تقولون لهم من أن التأويل أتحدث عن علم التأويل لا أتحدث عن مرحلة التأويل مرحلة هي الدين كله ويا علي ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل التأويل الدين كله هنا مرحلة التأويل التي نسخت مرحلة التنزيل أما هنا أنا أتحدث عن التأويل عن علم تأويل القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هل الكلام هنا عن المعاني الثانوية يضحكون عليكم يقولون لكم هذا تفسير وهذا تأويل التفسير هو التأويل والتأويل هو التفسير بل التفسير هو مرتبة من مراتب التأويل وليس أن التفسير هو الآصل والتأويل يكون ثانويا هذا منطق سقيفة بني ساعدة منطق علي وآل علي هو هذا الذي أحدثكم عنه في تفسير العياش وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية الرواية عن إمامنا الباخر فإمامنا الباخر قرأ الآية مثل ما قرأها إمامنا الصادق من بعده إمامنا الباخر من قبل إمامنا الصادق قرأ الآية قد تقولون لماذا قدمت قراءة الإمام الصادق لأن الرواية وردت فيها كلمة نزلت الرواية هنا فإن الإمام الباقر قرأها من دون أن يسبق الآية بكلمة نزلت لأن الذي روى الرواية هو محمد بن مسلم من أعظم فقهاء أصحاب الباقر والصادق نابغة من نوابغ أصحابهم وموسوعة حديثية لا تماثلها موسوعة في كل أصحاب إمامنا الباقر وصادق نعم جاء من بعد محمد بن مسلم جاءت شخصيات أخرى في تأريخ أصحاب الأئمة لا أريد أن أتحدث في هذه الجهة أقرأ عليكم الرواية من تفسير العياشي رضوان الله تعالى عليه الجزء الأول طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 281 رقم الحديث 178 عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم هي هي قراءة صادقي هي هي قراءة الباقر فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم وحينئذ ستنتفي كل الإشكالات وحينئذ ستكون الولاية التشريعية هي هي لله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لهذا السبب بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم لكما يفعل هؤلاء الغبران في الجزء الثامن من الكاف الشريف رواية مهمة جدا الجزء الثامن من الكاف الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 156 رقم الحديث 212 أتمنى أن تنتبهوا لي بدقة هذه الرواية مهمة جدا بسنده عن بريد بن معاوية تلا أبو جعفر بسنده بسند الكلين عن بريد ابن معاوية إنه العجلي من خيرة الأصحاب قال تلا أبو جعفر إمامنا الباقر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن خفتم تنازعا في الأمر فأرجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم الإمام هنا في مقام تفسير الآية ذكر الآية وضمنها القراءة الصحيحة وشيئا من البيان انتبهوا إلى ما يقوله إمامنا الباقر صلوات الله عليه ثم قاله كيف يأمروا بطاعتهم في القسم الأول من الآية ويرخص في منازعتهم لماذا رخص في منازعتهم لأنه لم يذكرهم في التفريع نكتة دقيقة جدا التفتوا إليها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَّسُولِ يعني أنكم لستم في نزاع مع الله والرسول لكن مع أولي الأمر ستكونون في نزاع لأن الآية ما ذكرت أولي الأمر هذا هو تفسير محمد وأهل محمد هذا هو التفسير الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير من يا مراجع النجف أم دعاكم أطيع الله حظكم تتركون تفسير محمد وأهل محمد وتذهبون وراء قذارات النواصب من أم داكم مرة ثانية أطيع الله صبقكم يا سرابيت الإمام الحجة وصفكم بأنكم سباريت سرابيت لحظوا الدقة في تفسير أهل البيت كيف يأمر بطاعتهم ويرخصوا في منازعتهم إنما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال للمأمورين من أنكم إذا ما حدث بينكم نزاع فعودوا إلى الله وإلى الرسول لما حرفت الآية وحذف أولو الأمر منها صار المعنى أن احتمال التنازع سيكون مع أولي الأمر أيضاً فالإمام يقول فكيف في أول الآية أمرهم بطاعتهم أمراً يا أيها الذين آمنوا أطيعوا بالأمر ولكن بعد ذلك يرخص في منازعتهم أنا ما أشرت إلى هذا وإنما أردت القضية وفقاً للغة فقط لكن الآن يمكننا أن نجمع ما بين اللغة وأسرارها وما بين تفسير محمد وآل محمد وهذه بلاغتهم وفصاحتهم سينسجم ما ذكرته من أسرار اللغة والبلاغة في هذه الآية مع ما جاء في تفسير إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه سيأتي الكلام منسجماً بالكامل لهذا السبب يحاربونني لهذا السبب مراجع النجف يخططون لتصفية الجسدية لهذا السبب يأتي هذا الأثول الغبي بأمر من محمد رضا السيستاني أعني أسيحيق الفياض الذي يفيد جهلاً وغباءاً وثولاً وبعداً عن محمد وآل محمد يأتي من النجف إلى لندن ليحيك المؤامرات بأمر من محمد رضا السيستاني يخططون لتصفية يخططون لقتلي يخططون لاختطافي صدقوني يحاصرونني من جميع الجهات لأنني أريد أن أعلمكم دينكم لست أنا ذلك القديس أنا واحد منكم لكنني أمتلك خبرة في معارف محمد وآل محمد أريد أن أوصل هذه المعارف إليكم وأنا متأكد حتى لو قضيت عمري فلن أستطيع أن أوصل منها إلا النزر اليسير معارف محمد وآل محمد كان من المفترض أن تصل إلى الشيعة عبر عصر الغيبة الطويلة بشكل تدريجي لا أن يأتي شخص مثلي بإمكانات مادية محدودة وبإمكانات إعلامية محدودة وبوقت محدود وبمحاصرة من جميع الجهات وبمضايقة في كل الاتجاهات وبسعي لقتله وتصفيته ومع مزاج صحي ليس على ما يرام ماذا استطيع أن أوصل لكم هذه مشكلتكم ساعدوني 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 كي أساعدكم ساعدوني أوصلوا صوتي إلى مساحة أوسع ساعدوني انصروني لا لأني فلان ابن فلان انصروني لأني ماكنة لأني جهاز يوصل إليكم معارف محمد وآل محمد قارنوا قارنوا بين هذه الحقائق وبين ما سمعتموه من الوائل ما تسمعونه من خطباء المنبر الحمير من فضائيات السيستانيين والشرازيين وغيرهم قارنوا قارنوا بين أجوبة إسحاق الفياط وأجوبة السيستاني التي تحدثت عنها فيما سلا قارنوا بين هذه الحقائق وبين هذا الذوق العالي في الفصاحة والبلاغة مع هؤلاء الغبران كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم الآن رابط بينما ذكرته لكم من تفاصيل اللغة والبلاغة والأدب وبينما يقوله إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه كيف يأمر بطاعتهم بطاعة أولي الأمر ويرخص في منازعتهم نكتة دقيقة جدا هذا هو الذي قصدته من البلاغة المهلهلة فإن الفاء التفريعية لابد أن تفرع على كل الأصل فلقد جاء في الأصل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في التفريع ذكر الله والرسول فقط إذن أين أولي الأمر صارت البلاغة مهلهلة لخصها لنا إمامنا الباقر كيف يأمرهم بطاعتهم ثم يرخص لهم في منازعتهم لأنهم سيكونون جزءا من النزاع في أصل أصل الآية أوجب الطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر ثم انتقل الحديث عن النزاع إنه نزاع بين الذين آمنوا ولكنه بحسب الآية أرجعهم إلى الله والرسول إذن أين أولو الأمر صاروا جزءا من النزاع هذا هو الذي يقصده إمامنا الباقر وهذا هو الذي قصدته من أن البلاغة صارت مهلهلة فكيف في أصل الحديث هناك أمر بطاعة وكيف في التفريع لا ذكر لهم عدم ذكرهم ماذا يعني يعني أن لا طاعة لهم عدم ذكرهم ماذا يعني أنهم سيكونون جزءا من هذا النزاع فاختلت الآية ما بين أولها وما بين آخرها إذا رجعنا إلى تفسير علي وآل علي فإننا سنتخلص من مشكلة التحريف الذين يقولون من أن القول بتحريف القرآن يؤدي إلى إسقاط حجيته أبدا إذا بايعنا بيعة الغدير والتزمنا بها ورجعنا إلى تفسير علي وآل علي فإنهم قد بيّنوا لنا مواطن التحريف وذكروا لنا القراءة الأصل وشخصوا لنا المشاكل أين وهأني وضعت الحقائق بين أيديكم ليكن معلوما عندكم مراجع الشيعة في حيرة من أمرهم حينما يشكل عليهم المشكلون لماذا لم يذكر أولو الأمر في الآية هنا لا في مسألة التشريع في مسألة التشريع هم يضحكون على الشيعة وقالوا من أن الأئمة ليس لهم من ولاية تشريعية مطلقا ولكن في قضية الإمامة الذين يناقشون النواصبة فإن النواصبة يشكلون على الشيعة يقولون لهم من أنكم تقولون إن أولي الأمر هنا في الآية هم الأئمة المعصومون إذن لماذا لم يذكروا في الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يحرفون القرآن وبعد ذلك يحتجون علينا بما حرفوا هذه هي الحقيقة يا أيها الشيعة عودوا إلى أحضان أئمتكم عودوا واتركوا الثولان في النجف اتركوا الغبران السخفاء في النجف هذه الحقائق حجة عليكم حجة عليكم إذا بقينا أحياء إذا بقينا أحياء إذا بقينا أحياء وبقيت قناة القمر وكنتم أنتم كنتم كنتم راغبين إذا ما مات السيستاني أن ندخل المرجع الأعلم من بعده إذا ما عينوه أن ندخله أهسو نار إذا كنتم راغبين في ذلك سندخله لكم في السنار ندخل الأعلم والذين عينوه حتى نطلع لكم أخياسهم وجيفتهم أنا أعرفهم كلهم خيسين وجيفين على الخيسة والجيفة قارنوا بين الطهر المعارف هذا وبين هذا الخياس والجيفة اخياسه وجيفة الأعلم والذي نصب الأعلم لازال الحديث متواصلا ماذا أصنع للوقت نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر